ما نخش بقى في اهلي وزمالك والحاجات دي. شفتوا اللي حصل بين ريال مادريد وليفربولي؟ بس ده مش مفاجأة يا ريال مادريد على طول كده. مش مفاجأة خمسة؟ لا يا مفاجأة طبعا نتيجة كبيرة. لكن انت عارف ريال مادريد في دورة الابطال بيبقى حاجة تانية خالص. يعني عدى على الموضوع ده كزا مرة ان هو يبقى بعيد ويتفاجئ ان هو يكسب. يعني ريال مادريد مش جديد عليه. يعني حتى والله انا اتفرجت بس على بعض اللقاطات كده بنمتش طبعا الحاجي. و 2-0 انا قلت لا ريال مادريد انا حاس ان ايكسب. 2-0 في اوروبا ساعة. والله انا انا قلت كدس. قلت يعني ريال مادريد حتى ما جابوا الجلل الاوليان اتنين واحد انا قلت ريال يكسب. يعني ده كنت انا متوقع يعني. شكل شكلة على ريال مادريد. حسيت من ابتسامة الحلوة دي. بس طب عشان الصلاة. اه بس حسيت من ابتسامة. أنا صلاح خلاص عمل لعليفة خلاص دورك إحنا اللي زي حالتنا بيبقى طلعان كسبان كسبان يعني أنا بشجع محمد صلاح والله صراح كيسب حواما بسوط لا صلاح يكسب ويجي بجوان تبقى الدنيا حلوة صلاح يجي بجوان ويخسر بشكلية بس الدنيا حلوه برد صراح كده لا بصراحة هي بشكل البطولة بتحب مدريد من السنفات احنا متعودين ان هو يبقى خسران اتنين كان خسران ترادة صفر لو تفتكر كما وشيلسي في مدريد صراح وجاب يجوانين ويصعب عمل كده مع شيلسي السنفات ومانشستر سيتي ومع باريسان جرمان وحتى ماتش الفينال الأخير بتاع ليفر بولك برضو كانت نفضوا كل حالة هي البطولة فرق كبيرة كمان يعني مش فرق صغيرة انت بتلاعب برضو فرق كبيرة يعني ليفر بول برضو في انجلترا بيبقى مات صعب جدا طبعا مشاول الله عندهم الخبرات وعندهم يعني تعرف في كريزمة كده انهم لا انهم ايه تعرف البطولة دي اه في البطولة دي اه في البطولة دي لقس انهم حاجة تانية لمنهم كمهم في الدور يعني اخر ماتشين يمكن اخر ماتشين بس كسب كان قابلها قادش وكان فرق كده لو بيعدو شوية عن الشضارة مع برشيرون اه فرق تسعة بونت تعافك ابتنابي بعد ما بعد ماتش الاهلي الماتشي اللي خلس 4 واحد لما خطفوا الاهلي برضو نفس اللقطة نفس الله اتخذف اه قولت لجماعة هو العيب مش في الاهلي هو الاهلي عمل مباراة معقولة طبعا بس هو ده ريال مدريد ما هو ريال مدريد بيعامل كده مع كل الفرق اللي في العالم لا والناس كمان بقى كانوا يعني كانوا بيتكلموا قبل المباراة يقولك ايه اصلهم عندهم ناقص طب ماشر ما هو الناقص ما هو الاحتياطي ده واللي بيلعبش وبيشاركش مش هيقل يعني مش هتلاقي الفرقات كبيرة طبعا لعيب كبير بيلعب في الريال مدريد يعني الريال مدريد مش هشتري لعيب اه يعني مزنينتهم 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 بلق الناس كان عندهم مندي ناقص اه عنده ديفيد لا الناس ده بفرقش معناه توني كروس لسا رجع مزنوبة لا مبيش ناقص ما بيفرقش معهم الكلام ده اه هم كل واحد عارف شغله ايه صح وكل واحد عارف التزامه ايه في الملعب كل واحد ايه الشغلة كزا بينزل يقادي تركيزه كله الملعب يعني مش مش هتلاقي مسلا زي عندنا مسلا تقول ايه اه مسلا اه في الدورة عندنا مصر ويقول لك ده احتياطي بقاله كتير مبيلعبش الفرقات بعيدة لا الناس دي معنداش كتس معنداش لا لا معنداش كتس كابتن احمد ليفربول ممكن يعمل ريمونتا ده شبع اللي عملها في بارشيرونة قبل كده لا لا صعب صعب اه صعب في ظل الظروف ليفربول لانه بقاله فترة مش احسن حاجة يعني هو حتى في الدورة برضو الدنيا مش مش كويسة ويمكن ماتش اخير بس او ماتشين اخرين ان الدنيا بقى تمشي شوي عشان حتى لو خدوا السندي يدعبوا تشامب زليجي السندي بقى يعني بقى كويس جدا مين هياخد دورة ابتالي السندي والله بقول ممكن ريال مدريد وريال مدريد بايرد ايه السيتي مش هتخرج بينهم التلاتة ريال مدريد وبايرد والسيتي ريال مدريد او السيتي ريال مدريد او السيتي اه مش هتطلع بارة الاتنين دور بس انا نزل برهان على نابولي نابولي اه يعني اه طبعا مش كويس جدا بس اه ممكن ما يكونش عندهم الخبرة بتاع البطولة دي خبرة البطولة دي برضو بتتحكم شوية ممكن سيتي برضو ما عندوش خبرة البطولة دي بقى له فترة بيوصل طبعا للاخر بس برضو بيخسر يعني حتى لو تفتكر coordinator شيلسي برضو كان عندو الخبرة بتاع البطولة دي لما اكسبها لما أكسب بايير منوخ في النهاي ديماتيو تقريبا كان مساعد مولينيو مكسب بايير مونخ في النهاي طبعا بيكون ذركبة فخرة دي على التعادل ده ووصله لدربة الجزاء فامكن شيلسي برضو كان عندو الخبرة شوية السيتي بقى له فترة بيوصل مربع زاهب بيوصل لنهاي بسه ما بيقضش البطولة فكان سيتي السنة دي تحتقد يعني تعمل.